طيب نعمل إيه عشان نستفيد أعظم استفادة من كلام حضرة النبي إن حقاً على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه نعمل إيه نعمل كده نعمل ثلاث حاجات في إدارة الإخفاق أول حاجة لازم نعرف أنه زي ما قلنا ما بين المحاولة وما بين الخطأ بتأتي الحكمة تأتي الحكمة في إيه؟ تأتي الحكمة في أنني في أي شيء قصرت في أي شيء كانت لابد أن أهتم هل كنت قرار الدخول في المسابقة كان قرار صحيح ولا كان قرار خطأ طيب أنا لما دخلت وعندي هذا القرار احتمال الخسارة ده ده احتمال وارد في البشر وهل هو احتمال الخسارة ده نهاية العالم آباداً يبقى لازم أول حقيقة نتعلمها أن الخسارة ليست نهاية العالم الخسارة باب للعبرة وفهم الإشارة يبقى الخسارة باب للعبرة وفهم الإشارة إيه اللي حصل؟ أن الله يقول لك يا عبدي هل لقت بأهداف رحمتي هل فهمت ما قاله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه يبقى نعمل إيه؟ نرجع تاني لمعايير جودة أعمالنا إذا كنا عايزين نتعلم من هذا لازم نتعود حاجة مهمة قوي لازم مش نتصلح مع الخسارة لكن نتصلح مع التجربة أنا أستاذ اللي علمني الإدارة كان بيعدلي درجات على كل على عدد المرات اللي أنا بحاول فيها ليه؟ لأنه بيعتبر أن كل مرة بحاول فيها مرة بتخرجني من العجز ومن اليأس ومن الكسل ومن عدم فاهم الحقيقة فكل مرة أنا بندج وعشان كده تعودوا على ده تعودوا مش إنكم تتصلحوا مع الخسارة والإخفاق لكن تعودوا على أن الإخفاق ليس النهاية ولكن الإخفاق بداية التطوير فعشان كده عودوا أولادكم على ده ما تخلوش أولادكم فكرة أنه لازم يوصل إلى النجاح من أول مرة بلاش حاولوا تترفقوا على أولادكم في ده فنصحتي للأباء والأمهات ترفقوا بأولادكم بلاش الطريقة دي الطريقة دي بتخلي الأولاد يكذبوا يهربوا يخافوا يقلقوا وده ما بيخلوهمش يبدعوا فعايزين نبدع لو سمحتم حاولوا تتصلحوا مع أن الإخفاق يأتي بمزيد من التجربة دي أول حاجة نغير المفهوم ده اللي عندنا تاني حاجة المهمة نحن نعمله إن إحنا إذا أخفقنا لابد أن نطلب المساعدة إذا طلبنا المساعدة إيه اللي حاصل تنضم خبرة إلى خبرة ومعرفة إلى معرفة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لو أخفقنا مع أولادنا وما قدرناش نوصلهم للقيم اللي إحنا عايزينها نسأل أهل التربية إذا أخفقنا في حالتنا في حياتنا الأسرية نسأل أهل الإرشاد الزواجي إذا أخفقنا في علاقتنا مع الناس نحاول نطرب أسلوبنا ونتعلم كيفية التواصل الصحيح الإخفاق فرصة وليس نهاية وآخر حاجة لازم نتعود عليها إن كل ما حصل لنا إخفاق بيؤذن مؤذن يا عبدي أذن مؤذن الافتقار إلي فافتقر تنتصر وافتقر تكن من أهل الغنى إن الله ما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إلا لتسمع قوله أليس الله بكاف عبدة وتسمع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لنا ماذا؟ أننا إذا استغنينا بالله سبحانه وتعالى نكون من الأغنياء وهذا هو فلسفة وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ومن الرضا بما قسم الله لك أن ترضى بأن تبدأ بما قسم الله لك وتطوره وتستثمره يا رب اجعلنا دايما من أهل الحكمة وفهم أن الإخفاق ليس للتعذيب ولكن للتهزيب وللتطوير يا رب اجعلنا دايما من أهل الترقي واجعلنا دايما في إيد حضرة النبي ينور لنا حياتنا شكرا